الطحالب ما هي الطحالب؟ الطحالب كائنات حية دقيقة تشبه النباتات يعيش معظمها في البحار والأنهار وفي الأماكن الرطبة قرب خزانات المياه تتميز الطحالب بوجود البلاستيدة الخضراء والتي تحتوي على صبغة لها دور هام في عملية تصنيع الغذاء وهذا يعني أن الطحالب ذاتية الغذاء كذلك الطحالب جسمها مزود بشعيرات في مرحلة من حياتها تختلف الطحالب في ألوانها نظراً لتنوع لون الصبغة الموجودة فيها فمنها الأخضر والأحمر تركيب الطحالب الطحالب هي إحدى أصناف النباتات اللازهرية أي إنها لا تنمو لها أزهار وهي أيضاً إحدى أصناف النباتات الثالوسية أي إن أجسامها لا تحتوي على جذور أو سيقان أو حتى أوراق حقيقية أنواع الطحالب قام العلماء بتقسيم الطحالب إلى مجموعات وهي الطحالب الخضراء المزرقة والطحالب الخضراء أولاً الطحالب الخضراء المزرقة وهي تلك الطحالب التي في التربة التي تحتوي على نسبة عالية من الرطوبة وفي المياه وهذا النوع من الطحالب يتكون جسمه من خلية واحدة والطحالب الخضراء المزرقة تستطيع أن تشكل مستعمرة وجسمها يتكون من نواة غير حقيقية ويحتوي على صبغة ومن الأمثلة على هذا النوع من الطحالب الأنابينا ثانياً الطحالب الخضراء وهي من أكثر أنواع الطحالب انتشاراً حول العالم ويوجد لهذا النوع من الطحالب العديد من الأشكال والأحجام فبعض هذه الطحالب شريطية وبعضها يتواجد على شكل مستعمرات أهمية الطحالب للطحالب أهمية طبية كبيرة فهي تدخل في صناعة الغذاء والدواء كالفيتامينات والمضادات الحيوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر